متر هذه صورة نخرى من البوتولة والله عندنا موافق وتعالى البوتولة. لراجバイة أفضله مابلتهDR. ascent Toyotaーユ على الإفاق قد أخذ الفسوق قال كونتكس ديو ماتش مباعد بان قال فوتبول وجورد في جو بلي ولا مباعد قال الكورة سمح لأنه كي ترى بنقردين كيفاش تكوور معناها فريق كبير يسر تكوور مليح واليوم النجم أقول الكلوب مخسرش لكن بنقردين مربحش وبنقردين كان أقرب برشة بش للانتصار لكن تحكي كو رائيب اليوم جمع بعض وفاة عمر العبيدي اليوم معناها المدرب المساعد حجرة على رأسه كانت نجم تكون دبابز تقول كمين داخلة بالدبابز لأنه شي مهون تقول يدخلوا لعبات يدخل معها تيكية وستيكا يجي تحسب معناها تقى دبابز كل واحد تيكية وستيكا تقولش عليها مش عادي معناها وهم أكثر من هكا واللي يزيد يخلينا معناها وهنو بقردين تكوور مليح فريق تبارك الله يكوور مليح فرجة لكون مش شرفي الحارس المتألق رأون تصرف المقابلة الاعتداء على المدرب المساعد يا رازي ونتيجة واحدة بشعيل بن جردين معناها رابح معناها رابحين خاسرين يلزم الاعتداءات مش عادي بتباعة الحالة كأن الرأة هكا أول حاجة نخمن فيها هي عقوبة متعمد نيل بعد ربا وشنين ساعة معناها 12 شهر تطاوين تطاوين سمحني تطاوين مش عالة بن جردين بارك كل الملاعب ما جينا مثال خطر نحكيه على المقابلة ارهاب فما مقابلات تمشي تلعب مقابلات في كل قدم في تونس مش هي بن جردين نحكي لكل يقول لك يا ولدي ماذا بي الروح ساعة السلامات هذا الشعور من عند كل الناس اللي لعبت كورة وتعرفوا عايشة الوضع اليوم معلأسف هذا وضعنا اليوم ووضع كارثي بتباعة الحال نفرحوا كنعملوا جلسات العامة بش نسامحوا نسكل لكن بسخوك ونبعث هنا نتفرجوا في النتائج فنرجعوا في النتائج سمعني انا يوم الحد لي فعل فرق اول ضحية متعكورة تسقط في الملاعب التونسية ما اخذاش حظوا علاش لانه ما حطناش تحبو سانية واثنين وسبعين كالآلي كما بور سعيد اول ضحية اليوم كانت نجد تكون الضحية الثانية مدارب حجر على رسول وكانت اقوى شوية هذي كورة فوزي بنزرتي زادت الضرب على راس فوزي بنزرتي كذير وانا سعد دريد الضرب على راس فوزي زادت عديد قريبا من اي شوه فاش استنيهوا فاش استنيهوا تيح روح اخرى على الميدان لانو الاخرى مسكينة معناها خطر غرق بعيد شوية اما تحب روح تيح فوق الميدان سمح منها الكورة كاملوها في صمت هي فرحة في صمت كاملوها في صمت ونوقفوا الطيارة ذا لانو فعلا فما صمت رهيب فما شعور باللاعقاب فما قرارات بالنسبة لينا تشجع اللاعقاب منهم انا ما عندي حتى شيء ذات اي فريق ذات اي فريق حتى فريق ما يتعاقب اما انو فريق يتعاقب بعام عام لجنة ومعناها وسادة وقضات وجلسين وكذا ومركب بعام بعد 24 ساعة بيجي اسكر لكم جميع سورتي تنرجع بعد الجلسة العام معناها ان يعمل اقل معناها تنقدم مطلب القلعة في والية نرجع بعد ما حكيت الجلسة العام نحكيه شوية على المباراة فنيا شكونا نيس والد ثوفيق تفرش فيها انتي المباراة تفرشت على المباراة تعطينا انتي كلمة على المباراة تفنيا كيف شريط شو فنيا شاندي مش نعطيرك عن فن شو قالوا بمشكوره بصراحة من رجعي يعطيوا كاسك معنا مع الليسان صحيح الليسان تاخوا كاسك معها مش تمشي واندي بلاسما بصراحة شيء بطونس يلعبوا كل فوتبول امريكا بالكاسك بالكاسكوية باللعبية زادة بالكاسكوية لغالب سبحان الله مي فنيا بوم فم الريح بوم كان عامل ساعد بنجردين شو تلول ولكن ما استغلوش النادي الافريقي زادة كيف كيف في غياب سابر خليفة ملقاش العمق وملقاش الفرس اللي يمكن كان يقرب شوية للمرمى بنجردين شو تكاول يمكن فم تصويبتين ولكن بنجردين زادة نفس الشي جاوه ما استغل يمكن كورة ثابتة خطاء متاع يحيى اللي لا مال ديقاجي وجاة قدام الجزيرة وساجل الهدف فبارسان برمير ميتان فم حد شي جديد دوزين ميتان أدخل كيف كيف سنتراج وبونتو متاع للكلوب أفريكان سينو بعد يمكن دوزين ميتان تلعبتش في الكل كتلم فماشي 12-13 دقيقة ملبيقي كل كونتاكت طيح قوم معناها شوف تقطع كبير في المباراة ما فماش حتى ما عندك ما تحلل مه به هانيس حلو شوي على الأقل اللي شوفناها نبدأوا شوي بخيارات مرشان شوفناها في بداية المباراة العب تلاق بأربع لعبين من وسط الميدان دفاعين الوذر في صحيح يستغلوا كأتاكونت كل ورع اللي صار وثلاثة متعودين بهم أحمد خليل ويحيا وغازي العيادي الممكن هو تعمل مع عارف وديبلسما صعيبة ذاك علش عب منطقة وسط الميدان نيد الفريقي الشوط الأول كانت ممكن نسبة امتلاك الكورة عنده أعلى لكن بينصير ما غير حتى في كاسيتي في غياب صابر خليفة اختيار الشماخي كقلب هجوم اليوم وأقوسي على بنك الاحتياطي فسر رازي إنه حتى المدرب ممكن مش مقتنع لأنه مش معقول إنه إترانجي كيغيب صابر خليفة زيدا يقعد دي مع البنك وتلعب أتاكونت كلوار مهاجم راس حربة لأنك أكيد إنك مش مقتنع بإمكانيات وفي المقابل اتحاد بن جردين استغل عام الريح استوفيق علش لأنه كان نشوف الهدف الأول يسجلوه فراب من الردودي المدافع للأيصر ردودي 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 كان معنا الفراب جابت الركنية وركنية جابت الهدف دونك مش برش صحيح لكن استغلوا عامل الريح حتى الهدف تعادل تعنيد الأفريقي نتصور إنه كيف ما فهميش ريح ممكن ما تكونش يعني في التسعين عاونها الريح بيش وصلت الغادي على كل مباراة 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 فنيا شرس ولا فراني هكا 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 فهمك هو الاتحاد بن جردين رو كان معامل على ثلاثة نقات أنت عن ماتش نحبه وننكر الاتحاد بن جردين يقول لك نحب نخذ موضعي الصعيب ونحمل نطمين ونحب نبعد من زون متاع التياح وزون متاع المتاع البراج وذيما نحقه اليوم مقابل عرضية ميدان وحد فيه الكل اللي حاب يعمل في الماتش أنه نكر بعصية اللعبة تكون تقدم عندي الفريقي وذي اللي صار الحقيقة لارية الفرص اللي جاء لاتحاد بن جردين ثم إذاعة فرص ثم حارس اليوم سيف الشرف كان فيه في نهار اتحاد بن جردين مزلت حظوظه بين دي لكن رزنامته صعيبة عنده تناقلات يمشي يتحول مرة أخرى للقبس تناقلات صعاب من بعد يمشي يستقبل النجم الساحلي في بن جردين النادي الافريقي مرة أخرى بين وقت اللي يغيب صابر وبدرجة أقل تجاني بالعيد تلقى صعوبة كبيرة لنادي الافريقي اليوم تقريبا كما ليصاروا في ماتش مدنين مرينيش الوجه الكبير لنادي الافريقي وراء في جولة سابقة وتتعطل مرة أخرى السلسة متاع السبع الانتسارات زوست عدولات من تيل لنادي الافريقي خسر أربع نقاط في الكنتور قبل من نمشي مع عبرات النجم الساحلي الشبيبة القرى هنا نتوقف مرة أخرى مع فاصل الشيري ثمانوت كمار اسم منقوش في ذاكرته جيال حروف ولون عمره ما تغير على أصص معدنها ذهب معير كمار من اللي بدأت حركة لدين وصية الجدين اليوم معاكم ومواصلين دي ما لدمتكم تأمنكم في خدمكم على صناعكم وصفركم وكل ما يلزمكم كمار تتطور معاك تسندك في كل ظروفك صورة تتألق وتلمع اليوم بروح جديدة تكتشفوها قد ما تتواصل عشرتنا قد ما نتألق بيكو وماركو كمار une image qui se rafraîchie une identité qui évolue كمار c'est plus sérieux مرحبكم مرحبكم جيد في الحد رياضي نواصل مع بقية المباريات بشمشيوا الان الى مدنين في انتظار ونتحضر مونتاج مباراة نجم السيحلي وشبيبة القايرة وانية مولا بيك مدنين النادي الاسفخصي معمور المستيسر سلام بن صالح نحن سلمان حظري ووقوفوا إلى جانب رئيس الأولمبيك عن تعرض لحدث مرور الأسبوع الفارد سلمان لقيت منها كل المساعدة الحق معناها يقول أول شخص معناها جاني أتكلم فيكم على التكريم وهذا ما يزيد كان يوطط العلاقات من بين النادي السفرقسي والأولمبيك المدنين أبناء المدرب لسهدب عمر ولمازال يسارعوا من أجل بقاء يدخلوا مواجهة السياسيس وهما منتشيين بلقطة التعادل اللي رجعوا بها مرادة زد الإفريقي بالمقابل المدرب غاديل غرايري في وضعية غير مريحة عدم استقرار في نتائج البطولة وانسحاب من سباق الكعس الدولي يوسف السرايري في إدارة المواجهة السلسة بين الفارقين أمام مدارش خالية من الجماهير بعد العقوبة المسلطة على الفارق البداية كانت هجومية أدقيقة تاسعة مخالفة ينفذها وسيم النغموشي من الأولمبيك وترويض خاطئ للكورة من الظهير فادي العربوي أدقيقة بعد يمرر كورة عرضية ومحاولة فيرسوات كان لها بالمرساد الحارس الجلسي الأولمبيك يعود الهجوم في دقيقة عشرين وسيم النغموشي من وسط الميدان ينتلق يصوب كورة قوية عرضية وجريدي على مرتين يتصدى جسم الحمدوني في محاول التوغل يسقط ويطالب يضرب الجزاء والسرايري يوشير بمواصلة العرب نفس اللاعب الحمدوني يصوب كورة قوية والحارس يتصدى يتأتي بعدها محاول التوغل وانفراد من فيرسوات والحارس الانيس جلسي من الجديد ينجح في التصدي الشوطة الثاني دخل فريق النادي سفاقسي بنفس هجومي واضغط على دفاع منافسه مال الحناشي ينتلق يراوغ إيماهد وفرسوات ينجح بإعطاء أسباقي تنتيج لفريقه مع متلع دقيقة 53 المحاولات تتواصل من خط هجوم النادي سفاقسي والمطالبة بضرب الجزاء بعد رأسية شوات دقيقة 59 مولد الهذي يقود هجوم سريع يمرر مرة أخرى فيرسوات بلمسة بانية فيها برشة صنعة يضيب الهدف الثاني لفريقه انهيار نفسي وذهني للملاعبة لونابيك استغلوا النادي سفاقسي بالصورة الكاملة وفي دقيقة 67 يتحص على ضرب الجزاء الهذي يتقدم من التنبيذي سوب الحارس جلس يتصدر في مرة أولى ونفس اللاعب في المتابعة إثال تنتيجا شكل فريق تتواصل بعد إقصال حكم السرايري لوجد المجنة بدقيقة 77 بعدها المهاجم جاسب الحمدوني يتمكن من التوقيع على هدف جميل وهو الرابع لفريق السياسيس جيتني كورة يعني ريتريم عند مهر عملت كنترول هزيت راسي شفت الكاج حتيتها في بلستها ربي يوفقني وحمد الله وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله أدقيقة 90 ومهر حناشي قاعد البريق يتمكن من اختتام مع رجال أهداف بهدف خمس في شباك الأولمبيك نلعبه على نقاط ضعف المنافس واتقد التهديف هو اللي عاوننا معناها سائلة المباراة صحيح لكن بعد ما سجلنا الهدف الثاني والثالث لأنه قبل هذا المنافس كان يعرف أنه مين يعطي المساحة لنا دي سياكسي مش يلقى مشاكل هذا كان عليش شو طول كان صعب نوعا ما الكورة فيها الربح والاخسارة الكورة فيها الطياح والبقاء معناها واحد حتى في صورة ما طيح الجامعية ونبراسيب يلزمها الطيح والناس كل واقفين هذا اللي يلزم يصير في باقي المقابلات معناها مبروك عن نادي سفاقسي هزي ما موخز لا يلزمنا نراجع أنفسنا فهمي تراني رد فعل هذين الملعبين عن نادي سفيقسي الوامية اللي طار الفني بعض الكلام اللي تقال على مباراة الكاس وبعض خسارتهم واما من نادي الافريقي سفيقسي عم مربحش معنا نتيجة هذه منذ 2005 خمسة هداف خارج القواعد نحب نحص بواردة فعل نحص بواردة فعل نادي سفيقسي بعد المقابلات اللي عند جمهور السياسيس ما يخسرهمش لقاء تراجع في سفيقس وإذن لقاء الكاس ضد نادي الافريقي ترجع بردة فعل تربح خمسة ضد أولمبيك مدنين يمكن اعتبار الردة فعل على الاعتبار نشوفوا الاختيارات ونشوفوا شنو صار ثلاثة يامل تاليا نغازي الغراري لم يدربش وقعد جلسة مع رئيس النادي المصفق ميخم وحكيه في عدة نقاط وكيفش في كامل الموسم صورتوان النادي سفيقسي خرج من حسابات الكل متاعونا الأهديف اللي أعمالهم الموسم هذه نجي نشوفوا التشكيل نقاو برشة تغيرات رتح حسين مريح رتح على المرزوقي أعطاه فرصة كاملة للحناشي أعطاه فرصة للهدي هو رتح ولا قرار من الهيئة هو رتح وقرار مع بعض ولكن مثلا تقوم بلاعب يوسيم كامون بشي تعادل المجلس التأديب على التصريح اللي عاملو نهارة الاربعة هذا في قراءة لكن ما ننسيوش رزوك عن الإصابة صغيرة إيه وانتروتر بشي بشي يرتاح شوية رينا عمامو رينا عديد الملعبية القروية ماروخة يكون أساسي سكرية عود يرجع للتشكيلة هذي كان نحسبوه ردة فعل لكن ما ننسيوش اللعب ضد أولمبيك مدين براتيكمو فريق منهار شاو تلول وفاسفر سور نادي سفيقسي استغل نقوله تراجع الكل أنت أولمبيك مدين واحترم المنافسة سجلوا خمسة هدف اللي ممكن يستحق عدد أكثر كان سجلوا وهذا يصدر ممكن رد اعتبار الملعبين اللي شكوا فيهم لكن بتبعه هذا ما يبقاش مقياس اللي نقولك رازي راول نادي سفيقسي ولا بيك مدين من التصريح اللي نسمعوا فيه وكاينهم حطوا النزول في مازالوا حيث بياً مازالوا معاش يتمرنوا في إضراب ولكن كنت جي تشوف زادة ولا بيك مدين رنب في الجولة 22 ميزانية 300 مليون جي الشهرية متاع ملاعبي في فريق كبير معناها ما زادة نشوفه 300 مليون وراه معناها ميزانية كاملة متاع فريق في الضرابة المحترفة الأولى اللي عندك فرق أخرى ألف مرة الميزانية متاع وهو معناها لذي مات مليون شهرية متاع مليعبي معناها شدوا شدوا كما اليوم أنيس جلاسي حارس مدين نحع خمسة أهداف في الشوطل قبل خمسة في الشوطل معناها فريق رغم لي حسابية مازال هو اليوم لو كان معناها عمل انتجها واحدة هو حتى هكا مازال حسابية معناها تقول لكن المنطقية صعبة لا لا حسابية حسابية معناها مازال ولكن منطقيا بالامكانيات هادهم بالمعنويات هادهم التصريح متاع المسؤول متاع مدنية رأو حلو فالمذابين ما انتيحوا بش انتيحوا ما انتيحوا على أقل السلاح لا فيدينا انتيحوا بشرف انتيحوا ونرعبوا كورة لكن الملاعبية الملاعبية رأوا كل كره ما فيش سانس ما فيش كذا سيء يعمل بيال ملاعبية متاع مدنية سوى الباهي اللي عملتها قدوم من النادي الإفريقي والفور فيزيك الكبير اللي عملوه جمال إفات بحيح ظهر لي والديبلسمو الكبير شوفنا الميتان لو كانت واقفة بها ظهر لي جزي ميتان ظهر لي على تسعة فرس معناها للنادي سفيقسي سجلت خمسة وكما قلت انتي الحارس جلاسي كان في الموعد ظهر لي فنيا كانت النادي سفيقسي أقوى فنيا تكتيكيا على أرضية مدينهم بتلقى حد شي ما محطة خالصة ما محطة فلوسهم تحتى تعالع مجي ما هو ضرب المدرب سامي بعد النقطة سأبتها لماذا لو مع المدرب نعم معناها هنك تضرب في بيع بتضرب ومتدرب وفي زيك مو تصبح تاعب وشنو الحل معناها تأخذ فلوسك لاني بعد شخصي فلوسك هكتصبح تاعب لانتجمش تكوير لانتجمش تعطي حق الجماعية هذه المشكلة لانتجمش تعطي حق الجماعية موضة وليت في تونس لانتجمش مدرب شو تطلب من المدرب سيتافيخ شانتك ما تطلب وغتالي تعمل لفور لأسبوع اللي فات ويجيب نقطة وبعد لأسبوع لبعد تخسر كل شي نظرا للإضراب ولا نظرا للوجور ما هيش خالصة متاع الملعبية ولا هذه هي منا سياسة متاع متاع الجمعيات اللي كل أسبوع وكل جمعة وجمعتها جمعاتها ماشيولة محويشة هوقا يعطي ويفور ويتلموا والناس الكل المدرب يلم قدش منه ويصبر كل مرة هو بعض ساعات فهم مدربين اللي سبقوا من جيابهم وفهم اللي يعطيوا حتى وعود على معنا هتشوف معنا عدة مدربين السناش عملوا مع الملعبية متاعهم والساعدوا رؤساء النوادي مش يوصلوا على أقل يصبروا معنا هتصبير معنا هتصبير معنا مدربة مدرب مسكين مدرب مسكين في السيئاسيون متاعنا دينا أنا بوعي تطلب منه نتاج مصبر معنا يصبر في العباد يصبر في الملعبية مصبر منه ولكن يحكي ماتم ولكن مصبرات لا لا أرازي من المفارقات أنه الأسبوع الفارض ضربوا عملوا مباراة كبيرة ضد النيدي الافريقي الجماعة هذي تضربوا وخسروا بقى نقوله أنا نجم يقول أنه مباراة نيد الفريقي مش نفسينيين ماء نهار بدنيا وكيف كيف أنا بيونسيوري يجب نعطيه مريد للنيدي سفيقس اللي أنه انتصار كبير بعض زوزخ صاير اللي أثروا على الأجواء الفريقي ذا واللي خلى الفريقي بعد على أهداف وتنتصر وخمسة صفر ما نتصورش أنه كيفش ردت فعل هي المديرة مقارنة باللي صار في بعض مباراة الافريقي بالتشريحات واستدعى المدرب غازي الغرائري كيفش ردت فعل هي المديرة كيفش تحكم عليه ردت فعل ما نتصورش أنه المدرب هو المسؤول حتى جمع الفيت ممكن فهم يركز على غازي الغرائري لكن ما نتصورش أنه هو المسؤول على النتائج المشباية في الفترة الأخيرة ممكن المدرب حلقة من السلسلة كاملة لأنه بصراحة فما حاجات تتعدل المدرب معلش التهمية التي توجت الملعبية بالذات في التخاذل في أنهم مش قاعدين يقوموا بلجمو ملعبية ممشيوش ملعبية هبتوا مع النخبة شو تقول ليه تخاذ ليه لا تصريح غير مسؤول بصراحة معناها ما نتصورش أنه فهم ملابي ليه مثلما تصريحك معناها مثل مش دخان بلنار معناها مثلما حاجة حسوا بحاجة رازي في مجموعة ولا في كي بتاع كورة كي يخسر الفريقي يجب أن نسكول تحمل مسؤوليتها مش كي نخسر أنا لسق بالملابي ملابي لسق بالمسؤول مش خالص والمسؤول يقول لك من المدرب والمدرب يقول لك من الملعبية هو نتصور أنه رؤيت التصريح واللي جي على سلسلة المقابلات اللي تعديت مش على مقابلة مش على مقابلة الأفريقي هو سلسلة جيت تعال نتيج خليت أنه يصير تصريح كي من مقابلة الترجي ومقابلة الأفريقي رأينا رنضمون كساستروفية من سلسلة الملعبية شفناها ما همش اللعبية اللي نعرفوها ما همش يعرف ما همش هكا الجوارات اللي تحس تحارب ظهر لذلك عليش الإدارة معناها عاملة ترينيو هذه خطر كتشوف اليوم الملعبية اليوم كونتر مدنين ومشاكل وكذي ميكومة تم جنراسيون جديدة صغار شفناها اليوم لكن الجوارات اللي أنا اتفرش فيها في الرجا عاملولهم يعني أنا اتفرش قدام النادي الأفريقي ظهر اللي شفت شباح معنا نادي سفيقسي ما كانش موجود نادي عليش فما كلمات وبرشا شباح صحيح معنا نادي سفيقسي ما عملش المباراة اللي يجب متعمل في مباراة في ممكن أهم مباراة في السيزان وماتش الكوب ضد النادي لأفريقي بشمان لكن اليوم التغييرات شوف رازي اليوم إذا التغييرات مش نحضر السيزان جاي أوكي نجي نقول أنا اليوم خرجت بعدت على المرتبة الثانية ولو أنه ما زال كل شي جايز لأنه فرق أربع نقاط بليه المرتبة الثانية أخير مرتبة ثانية الثالثة والرابعة معانا حسنا مرتبة الكاس خذر ما يعني هنتي خاطر خسرت البطولة تركز على الكاس معانا يجب مكتاز الكاس لا أحد يتفق مع النجم ومع الأفريقية كلهم يحبوا يزور كيس نجم تقسر درجة حسنة هذا هو نجم يقول لنا نحضر فريق نحب نهز كيس العالم لا تهزش كيس العالم تجم تلعب تجم تلعب بالباهي والجمهير يكون راضية وتعطي روندمور وتخسر عادي لأن الكرة فيها نخسرها ولكن تجي تقلق الجمهير وقتل الفريق ما هوش على الأقل في تطلعات الجمهور لأنه تحب النادي السفقسي فهمة فيكتيف فهمة ملعبية اليوم إذا ترتح الملعبية فرصة باية أنك ترتح مريع وعواذي ومرزوقي ومش تحضر الموسم الجي أوكي لكن باش أنت تلبسهم الخسارة هذا هو المش هذا مش معقول لأنه كما نقوله راه المجموعة تعيش مع بعضها فمش واحد يزم شوية كل واحد يلوح المسؤولية الغيره يزم الجروب في الخسارة الناس كل خسارنا وفي الربح الناس كل ربحنا نواصلوا معنا مباريات نمشيوا لين اللقاء رقم 82 بين الفريقين في البوتولة أجمع النادي البنزارتي بالاتحاد المونستيري نرجعوا له مع رفقي بوستة هيلة المجموعة أمين بن أحمد النادي البنزارتي من أجل تأكيد انتصار آخر الجولة ضد الملعب التونسي والاقتراب من ذا من البقاء الاتحاد المونستيري بهدف العودة للانتصارات في أول مباراة بقيادة طارق لحذيري بدير المدرب اسكندر القصري أنا موجود في السطاف متاع سي اسكندر القصري والملعبين اللي يعرفوني وأنا نعرفهم بلقد ما فهم شي حتى شديد حتى شي معنا ما تبدل قاعدين ناخده بنفس الديسيبلين بنفس السيريو جلال القادري مدرب السيابي يعول من البداية على ثناء إبراهيمة وترا وجاك مديناء ثنائي كان مصدر الخطورة على مرمى مكرم لبديري برشة فرص اخترها ضاعت من أقدام وترا في زوز مناسبة بدوره وساما العمدون يحاول عن طريق مخالفة مباشرة ما كانتش بعيدة على مرمى الاتحاد شوت أول السيطرة فيه كانت للسيابي اللي انجح في التجير ثيقة 32 عن طريق مهاجمه زيادة العنالي اللي استغلت توزيعا من المدافع مهدير سايسي وغالت الحارس مكرم لبديري موسيقى اعملت عقب في الانترفال بروفندور مدل المهدي كرة الكسيال ظهر اللي كان لريانا مكسر لورجو حديد كرة في سيدري وبلاسيت أسباقية حافظ عليها ابنان جرال القادري لميهاية الشوت الشوت اللي كان غايب فيه فريق الاتحاد هجوميا فقدت بعض المحاولات لكن دون خطورة على مرمى خميسة في امريك عملنا شوت طول على أعلى مستواة بكل صراحة كنا قادرين بش ننهيو اللقاء شوفنا ثلاثة أو أربع فرص واضحة وسويت معنتها العمل جماعي وهذا مهم في الفترة الثانية حاول مدرب الاتحاد طارق الحذيري إيجاد حلول هجومية أقحى من ويهاجم حوسين المسعدي ما كان لعب الارتكاز حمزة حدا الاتحاد الغط لكن دون خلق فرص واضحة عكس السيابي اللي كان قريب من تجيل الهدف الثاني بعد تنفيذ ركنية وسامل عمدوني سوب والدفاع يدخل الهجمة تتواصل محمد الحبيب يكن يرتكب الخطاء خطاء كلفوا الحصول على البطاقة الحمرة نقص عددي أجبر الجرال القادري على تغيير صديق الماجر بديل وسامل عمدوني يدخل المحور الدفاع وسام بوسنينا ياخذ ما كانوا عجيالي من نقص عددي ما استغلوش هجوم الاتحاد رغم دخول مهاجم إضافي حاكيم اتقاء ما كان الظاهير الأيسر فهني بالرمد عملنا زوز دو شانجمان خرجنا لعب الارتكاز ودخلنا حمزة المسعدي المسعدي لكن زاد عملنا الشانجمان خرجنا فاهمي بالرمضان اللاتيرال القوش ودخلنا الناتاكون ليعطينا حيوية أكثر كنا قادرين حقيقة كنا قادرين مش نخرجوه بنتيجة أحسن من هك تغييرات ما غيرت شيء في النتيجة الفريق المذيف كان أكثر رهبة في الانتصار انتصار وصل به نتاجه لجبه اليوم من نجم يكون إلا فرحان فرحان بملع بيتي فرحان بالجمهور الكبير اللي دزم عنا في اللوقات السعيبة اليوم تكمل ماتش أديس ضد كيب محترمة جدا يظهر لي اليوم من نجم وكونوا إلا فرحانين أراضيين بالعمل اللي نقوم به إن شاء الله ربي يبقي الستر وإن شاء الله نكمله في الانصية هذه في المقابل ثلاث نقاط تغيب على فريق الاتحاد للمباراة الرابعة على التوهي قلب الهجوم ديما في اليكيب عنده وزنه هذا اللي فقدناه بخروج هشام الحمدلله تواخوية نغزره ديما إن شاء الله نكمله ونشده صحيح في السنكين بلاس نغزره مزلنا نغزره الكاتريين بلاس إن شاء الله ربي معانا إن شاء الله حواله حواله تمرح دائماً جواء بعد اللقاء في بن زرت تبدأ احتفالية هاي تاريخك على الانتصار انتصار مهم جداً من الاندي بن زرتي ممكن الانتصار اللي بعده بعد بينصير الترنيقات اللي خاصة انتصار ثاني عطا ويلي تاوي بالنسبة اللي بنزرتها في البوتول بقدوم جلال القادري الفريق رجع السكة صحيح انه مدرب وليد بن ثابت كان يعني ممكن مشيتش معاه لكن بقدوم جلال القادري نتصور انه الفريق رجع للسكة الانتصارات فريق بصراحة سيبه عنده مجموعة من لعبين الممتازين جدا وتراك قلب هجوم العونالي على اللي صار في راس بالعربي لدو بيفو كيف ممتازين حمزة جلاصي والسعيداني معناها اليفكتيف موجود اللي كان ناقص ممكن انه الفريق معناها يتعدى مرحلة الشك عمل معنوي كبير قام بها ذاك علش فريق عمل انتصارات هرب به بالنقطة 28 بعد على كل شيء فريق قبل كان يطمح قبل ما حاولوا استثناء نقاط كان يطمح المرتب الرابع ولا الخامسة تو بعد كالظروف صعبة تعمل ونتصر نتصور انه تو انتصار للاطمئنين ويخلي السيابين مطمئنين في المقابل اتحاد المنستير مازالوا يحكيوا على غياب السيفي السيفي خرج جره عنده مدة والفريق مازال لليوم يحكيوا اتحاد المنستير مازالوا يحكيوا في المنستير يعني انتحاب المدرب اتحاد المنستير مازالوا يحكيوا في المنستير كان الملاعبية والفريق يهنيك وهذا معناها وضعية مش برشة في رقي نجمه معناها يمتاجوا به يكون بعيد على المستير السناع عملت معناها مرحلة ذهب استثنائية كورة تعمل الكيف في الاخرية هم بعض الرقور اللي شددته المستير وحدها طاحت عنده جمعتين ولينا 14 على 14 يعني الـ 14 من فريق بدل المدربين اخرهم المستير علش تبدل المدرب وعليش طوى المستير عنده اربع مقابلات كما قال فاهم لانها تهنت وربما فهماشي بريمات فهماشي فلوت فهماشي كذا والله مشكلة كبيرة هتعرف مشكلة كبيرة على شنوة زادها يا رازي والهناها اليوم الكلام هذا يجب أن يتقال اليوم لأنه مازالوا تلاتها جولات فهم برشة جمعيات ما عندها في السوق مذوق برشة جمعيات من نوع اللي ساهم عادش لا منا لا منا ولهنا فهمها رهانات فهمها فرق اخرى مستقبلها معناها موجودة في نقاط استفاهم عايشكم يا فرقنا يزيوم الكوارث عشنا شخنا كوارث السناء يا كوارث معناها من الاعتداءات يا الويكلو يا مقابلات كذا ما تزيدوناش بالبيع والشراء وحتى بالبروميشون حتى بالبربي سيب عليه لأنه توقف المقابلات لي مازالوا توقف اختر كبير توقف المقابلية بن جردان قابلت بن جردان الاعتداء يقع على المدرب المساعد سامحوني وأنا نأكد عليه لو حب الأربيتري يطبق القانون توقف المقابل توقف المقابل أو ينهزم بن جردان حقا لو حب يطبق المقابل لأنه سيطان وفي سال وقال اعتداليه طيب بعض نسمع وجماعة وين ماشين بيها معناه بتباعة الحال أنا قلت فريق بن قردانكا كورة شي يعمل كيف فريماوه أنا الشيخ عليه ولكن عليها جمهور توقيم اليوم جمهور الترج شكول اللي يمنع الاحتفال جمهور الترج شكول السبب الملاعبية المسؤولين ما هو الجمهور بيدوا ولا فئة منه شوف معناها كيفش الجمهور معناها الفرحة متاعه معناها هو لي نغسها على روح لهذا نقول اليوم جاروا تلقى الجولات رأوا العينين المحلولة وماذا بي المراقبين يكونوا موجودين المقابلات كل فرد وقت وماذا بينا نطبق القانون على سكن سيطافيق المستير كيفش تزليت عندي الموسم هيدا والله يبعث في هذه الأوقات كيما احكي المتر فمبعض رؤسنا ودي عندهم الحق لأنه صرفوا 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 مش يحاولوا على قل يمنعوا اللي يقدروا يمنعهم طوي جاء من شهر فيفري مارس تبدأ المشاكل وتبدأ نوادي تقاسي وتبدأ الملاعبية يطالبوا بمستحقات متاع شهر نوفمبر ديسمبر وهنا رئيس النادي يقول لك أخي طواني مثلا عندي عام وماشي دونك اللي مشي يجيين بعد يطوي خلص أنا ما عندي ما نجمش نعطيكم بريماتكم وما نجمش ويولي وقرافيت وتولي الملاعبية هذه ديها ومدرنا مشكلة يولي ماذا بيه يخصر وعلا هذا لي مشكلة يربحوا ولي ثم مشكلة هذه الأشكالية اللي مناها فهمه برؤساني ودي مع الأسف قاعدين يقاسي وقلت اليد وزادة كيف كيف مفهمش ببليو سيتين مفهمش مدخيل ويكلو صرف صرف في الأخر صحي ما عادش ينجم وهذا الواحد يعذره واحده واحده أتكرو بليه عمليون المتلوي البركور اللي عملته في البليوف مرقات شراحة نفس المشكلة كيف كيف اتحاد بنغردين عمال بركور اكسبسيونير مبعد في البركور كله متاع البليوف ما عرف نيش بنغردين هذا اللي يسير على المستير جزء حاجة رازم نزيد على حكاية المستير حكاية الموجه من القرناص مرخ لا تعودت جبت مرخ روما بيدهم ولا يحكي والمدرب طرق الحذيري وكيف كيف حاطر مكرم البديري الحلول اللي موجودة تاوى حتى جراب اسكندر القاسي ثم كاب وثم حسن المسعد وثم آنان لكل ما ملقاوش الحل نجي ونشوفه مستير من بدات مرحلة الاياب مساجل خمسة بونت وفي عشرة مقابلات من الخمسة هذوما السيفي مساجل بونت مركز ضد السياساس من بعد القعده أربعة الأربعة ثلاثة منهم كرة ثابت معناها هنا زاد يطرح الاشكال والاتحاد المنسيري هل يبكي على الملاعب وعثمين السعيدي اللي سايبه في الشتاء اللي هو تاوى هدف نادي حملاء في الرابطة الثانية وملاعب يطوى عنده شهرة كبيرة في الرابطة الثانية زادت لهم المسؤولين على الاختيارات متاحهم سايبت السيفي خساب السعيدي معوضتش مشكون هذه مشكلة هذه مشكلة كبيرة توقيت سايب لانتي سيفي البطارة بتاعك شنو جبت انتي ما جابوش ما جابوش بعد ما تسكر المركات ولا تنسيش لذا وقت اللي يمشى هو للسعودية وصيبوا عثمين السعيدي زادا سايدي حاجة اخرى ممكن هم رأيهم المضطرين ما بش يجيبوا يدخلوا الفلوس لهم حتى الفلوس حكية تلغى الممطوح ممطوح ممطوح مقال القديم منه زادا رئيس جمعية ممش زادا ملاعبية مثل ممش زادا كنتشوف انتي يلعب مغير ذاتها كون شو كاب وكم كما قالت المسعد يدوم هدي ملاعبية دي شو سير هم يوسط الكورة ويو بيت ورمان مش بيت يزم البطول هم تانا مش ملاعب يضمن الفلوس ويتخاذر في الذهاب مش في الهياب يقعدين سو بريشون من يعمل العكس عديو ذهاب مش بيه وليه عديو ورازي حجر خلال مباراة النجم حاضرة خاطر نجم رياضي الساح اللي حضر الملخص على المباراة هذه نمشوله مع انيس موسى نيذال بن حميدة بسي من الغريب مباراة الأجوار بين النجم وشبيب القيروين في حلقتها السبعين جي في وقت لتوال يريد تجديد الملاحقة من أجل المرتبة الثانية في المقابل الجي اس كا يحب يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية ثلاثة مباراة متتالية دون هزيمة رغم تواصل مسلسل إضرابات وسط الأسبوع أبنى المضوي بتشكيلة يغيب عليها البدوي وجي اس كا الشرايتي فارقه يعرف غياب رباعي أساسي لعماري الصالحي الحامضي ومين عباس النجم يدخل بقوة المباراة عشر دقائق لعب كان كافيا لفتتاح النتيج بعد مخالفة من الأحمر هفوام القلعي وبغطاس العائد من الإصابة يسجل أولى أهداف المباراة وكذلك لولي في البطول النجم يركز على الجهة اليمنى بوجود كاشريدة وبانجورة لكن غاب التهديف على الأحمر والشيرميتي جي اس كا حاول عن طريق الهجومات المعاكسة دون إحراج لدفاع النجم رغم هالكورة ثابتة من العيوني وكورة بوشنيبة جانبية لتوال يرجع للهجوم في آخر الشوط لكن دون تغيير في النتيجة قدام يقضة القلعي قدام الأحمر وبانجورة والنجم يعمل مهم في 45 دقيقة أولى رغم أنه معمالش حاجم لعب كبير ما بقيناش حلول هجومية كثيرا بالتمركز الجيد لشبيب القيروان في الدفاع على قل قدرنا أن نسجل هدف ونخلى نوع الماشي بالقيروان تخرج من الملاتقة في الشوطة الثانية النجم يقوي نصق 48 دقيقة لعب كشريدة كجنيح أيمن يوزع تظرف مدافع جيس كا والحاكم الحرابي يزفر ضرب الجزاء الشيرميتي يتقدم يصوب كورته بعيدة فرصة تضعيف النتيجات هدفي ذيا كان يكلف النجم هدف التعادل مصعب ساسي خارج موندوغا يصوف في دين الحارس كري لتوال يرجع للضغط والقلع يمنع الهدف قدام الشيرميتي والمساكن لكن في هذه العملية المنسقة ملقى حتى فرصة مع 58 دقيقة لعب بعد تصويره من المساكني وثالث أهدافه في البطولة والتمهيد من وجدي كشريدة ظهير أيمن لتوال اليوم عمل زوستاميرات حاسمين فهل هو تأقلم وجدي كشريدة مع مركزه جديد أرياد دروع بعد الهدف الثاني المباراة سهلت على النجم خاصة أمام الأنهاق البدني الذي ظهر على منافسه فرص بالجملة للنجم خلته يرفع الحصيلة لربعية كاملة في ظرف سبعة دقائق 65 دقيقة لعب كرة الدور كما يلزم مساكني يخرج بذكاء بنجورا برود دم كبيرة يراوغ العيوني يصوب وسليم باشا يرجع الكرة والحكام المساعدة الثاني يقر شرعية الهدف وثاني هدف للغيني في البطولة وعودة الفورما للمساكني بعد بونتو واسيس نهديله البونتو بتاع اليوم ليهو كنا نتمنى ونشوفوه في الكوب دو مونت بعض الأداء الكبير اللي كانت عاملوا في الكاليفيكاسيون ما شاء الله ربي معاه وذي كهي الكورة رغبة خط هجوم ليتوال في التهديف تتواصل سبع دقائق بعد عملية ثلاثية لحمر يخرج مرعي معاوض الشرميتي يصوب ترجع من القلاة قدام بنجورا اللي ما يلقى حتى صعوبة لإضافة الهدف الرابع وثونئية للغيني وليتوال يساجل تسع أهداف في زوس لقائق بين بطولة وكاس جيسكا غابت عليها رد تلفع في غياب الامتعاش البدنية رقم بعض المحاولات في آخر الليقاء عن طريق بيشا ولؤية الحمد دون تغيير في النتيجة نحن نلعب بكل رياحية وصحيحه لو كان جاءت ظروفنا بالجدية معناه كوميلفو متاع جمعية حاضرة كنا نجمه معناه اليوم نلعب كورة خير النجم يحقق فوزه 43 دول جيسكا وبالي مناسبة يحقق أعرض النتيجة منذ بداية الموص ودفاعه ما يقبلش في ثلاثة مرتشوهات بين بطولة وكو قاعدين نخدمه في تمارين على الديفانس حتى الأولاد اللي لعبوا قبلين كانوا باهينوا كل شي ما قابلوش أنا قاعدين نخدمه لكيب الكل تدافع مع بعضها وكيب الكل تتاكي في الجهة المقابلة جيسكا يعجز على هزم نتوال في سوسا للموسم 41 ويأكد صعوباته كل ما نلعب خارج ميدانه نقطة من 15 ممكنة في مرحلة الإيه كده أنا لبول بره ديما قاعدين نحاول ونجيبوا نقاط متاعنا ما يوفقنش ربي البروزة مبورتان اللي معناها صرتوه معناها في مليو التابلوكي تلعب يزمك معناها اللي كيب اللي تجيك في بلاد يزمك ترباحها موصب وقتشوفه الغرفيت في القروة عملته ركور والله نحن ما نحبوه شروه الغرفيت ومانش بتاع الشي هذا صرتوه حتى جوالات اللي جيبوهم وكل معناها ناس كول في جماعة كبار وما تحبش معناها وما تتربتش على شي هذا ميل غالب معناها في الشابيبة ما تقرفش ما تاخوش فلوس مباراة عرفت غضب نائب رئيس الشابيبة عدل اسبوعي منتصرفين بعض أعضاء الهيئة اللي اعتبرها لا تمس من الرياضة حسب تقطير وجهت للحكام المقابلة قتله انتي ماذا بيك تعطينا حقنا مع النجم الرياضي السيحلي منفر كان تقريبا بستة ولا سبعة من الهيئة المديرة متع النجم الرياضي السيحلي اعتدوا عليها بالعنف وبعد جاءت الشرطة النظام النظام الذاية الداخلي لوحدات التدخل خرجوني بالقوة ناس كل تعرفني يعني بريمير ريزبونسابل في القروين واني فهمتني يعني بريمير فيس بريزيدون فهمتني ورئيس فرع كورة القدم خرجوني للشرطة من الغادي طوى يعني مش نتحاول المركز يقدم قضية قضية بالهيئة متع النجم الرياضي السيحلي تعدى عليها بالعمل